بقول لك ايه عبدالجلي ايه خد ليه يا ام انت مسافر ينفعوك في السفر يا امك انا كده مفسوطة انا عايشة اخبط عليها اقول لهم لقمة واكلوا كده حبا مفسوطة ربنا اخليك اليه يا ام ربنا اخليك اليه يا اقرب اسمع عبدالجلي امار يا ام خير في سلامة وسلامة في خير يا امك عظم يا ام اوعى تضغابة على المعلم بتاعك حاضر اذا قال كشيمين حاضر يصطة شيمين يا ام قاللك كلمال حاضر يصطة ممال يا ام كل حاجة حاضر يصطة حاضر يصطة معا يم ما الا السمح اللي كان عندنا في البيت لما البيت وقع لي أنا هو يا أما هو ده يما هو ده أسطى يا أما يا أما ده ناجي به عطالة عطالة؟ أيوة ده ملوش زي خارس ملوش زي خارس انا سلامة خير يا عالمي الواقع يا حسين كنت بتعايت ليه بس دي أول مرسي الأبوية لوحضون بس أقضان عليها أقعدك خلي بالك منها انت قعد تانية انت راجل بيت دلوقتي هتوحشني اويا سهري هتوحشني اويا حتى كمان ما فيش تيبي فوق مالي سيارة اعلم ان شاهد ان شاء الله هاد على طريق ربني يجيبك بالسلامة ربني يجيبك بالسلامة يا رب يا رب يا رب احمي يا رب وافه ورجحنا بالسلامة اللهم فدد خطانة ووفقنا الى ما نحن مقبلون عليه آمين الظاهر البشاري الحلوة جاتها انا جيبيه تلمى بحلوة يا شيحاسن مالك يا زاهر لا لا اصدي اول مرة سيفيها امي بس انا جيباشن ما واحد باعيته على ابوه التاني باعيته على امه تلمى نفسك براهيم مش موسك من اول بس بقى بقت تلمى يلا تلميت يا باشن مالله في الساعة بقولك البشاري الحلوة جات اللهي زي ما بقولك كده انا جيبيه دات ازاي يا شيحاسن شفت منام للتنبارح شفت يا شيحاسن شفت خير اللهم اجعله خير جال ايه احنا كلنا زي ما احنا كده لبسين بيض في بيض ومشيين في حديقة غناء وارفة الاشجار نجري ونلعب ونلهو ومن فوقنا الطيور والفراشات تتطير وترفرف وتهفف الله الله يا شيخ حاسن الله وده معناه يا شيحاسن ان موعدنا الجنة بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أمواتا؟ الشيحاسن هو انت بالنسبة لمنام عندك يعني اللي يبقى كله في الآخرة ما فيش حكة في الدنيا موسيقى موسيقى ايه اللي أخره؟ انا مش معامدة تمانية بالغاية بحجته معاه اهو جي اهو يا باشا اهو جي اهو يا باشا امسك بس اعمل ايه بقى في الولياء المسابت دلقت على أمي جرد الميا وسخة أمي بقى ما سكتتش قامت طلعة جاي بقى من شعراء بقى ميس النوم ومسحت بيها المنطقة والراجل بقى الراجل اللي هو جزل الولياء المسابت ده نزل قال ايه عرض لنا في صوته ويفتح لنا سدره ما انت عارفوا يا باشا عارف مين؟ جزل الولياء المسابت جزل الولياء المسابت مين؟ قلق موسعد موسعد مين؟ موسعد يا باشا موسعد فاكر حضرتك لما أخصها لما جت لنا البيت كان فيه راجل في الشباك اللي قابلنا اه مره كيادة يا باشا بكيد امي عشان احنا بيتنا وهي ببات في الشارع وهي بيتها ليسه سليم بس يعمين بالله أنا بترى واحد في حدوة البيت ده أجيبه أرض أرض والعلمة كباشا أنا أمي عملت معاها الصحة إيه وجوزة موسعد انت عتقلب دماغي أنا مال أنا ومال أمك ومسابت وموسعد المهم وصلت الحاجة اللي أنا بعدتها معاك وصلت يا كبير وصلت اطلع برئيم وهنا هنروح فين إن شاء الله بورسعيد إيه ده باشا هو أنت مش كنت قلتلي إن إحنا هنهبأ على بنك في إسرائيل آه إيه إسرائيل احتلب بورسعيد يا جدعان حد يتكلمه لا تلاحق حد يتكلمه خلاص بدل ما أغلق فيه أنا آسف يا باشا أنا آسف كبير اطلع إبراهيم أه أقول لك يا زميكي هو الكبير زحل ولا إيه أي يا نوف يا نوف يا نوف آله آله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 في القناة